حملة جديدة أطلقها أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية ضد ممارسات الاحتلال بحق شعبنا الحملة الجديدة تطالب أعضاء الكونغرس بالضغط على الإدارة الأمريكية لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم مدارس فلسطينية عريضة إلكترونية وقع عليها حتى الآن أكثر من خمسة ألاف مواطن أمريكي أشارت إلى أن إسرائيل أصدرت أوامر هدم لـ 58 مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وأوضحت العريضة أنه من المقرر يهدم مدرسة جب الزيب الابتدائية في بيت لحم مطلع الشهر المقبل بأمر من المحكمة المركزية في القدس المحتلة استجابة لضغوط والتماسات قدمتها للمحكمة مجموعات استيطانية وتأتي هذه الحملة في إطار مجموعة من الحملات التي أطلقها أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة ومنظمات أمريكية وناشطون داعمون لحقوق الشعب الفلسطيني يطالبون فيها دولة الاحتلال بالتوقف الفوري عن سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان حنين الحلو تلفزون فلسطين